تضحية صاحبه أبي بكر الصديق في الغار فقد كان يسد جحور الحيات والعقارب وكل الخشاش عنه ببدنه لأن لا يصل شيء منها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح التربة بكفيه أمامه لأن لا تصل إليه شوكتنا وأي أذن عندما خرج في الهجرة كان تارة يكون أمامه ليتلقى عنه ما في الطريق وتارة يكون وراءه ليحرص ظهره وتارة يكون عن نمينه وتارة يكون عن شماله ود أبو بكر لو يكون أربعة رجال حتى يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وكذلك بذل ماله كله في سبيل الله وقد خرج من ماله جميعا ثلاثة مرات في سبيل الله وذكرت أيضا أم المؤمنين خديهة من تخويلد بن أسد بن عبد العز بن قصي وقد بذلت مالها في سبيل الله ونصرتها وذكرت ما وصفت به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قالت له كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحمة وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيفة وتصدق الحديثة وتعين على نوائب الحق وكذلك أصحابه الكرام فقد ضحوا وبذلوا فداه علي بن أبي طالب رضي الله عنه بنفسه فنام على فراشه ولبس لحافه ليظن المشركون أنه هو وفداه طلحة بن عبيد الله يوم وحد حتى شلت يمينه بكثرة ما أصابها من السهام وانتزع أبو عبيدة بن الجراح الحلقتين من المغفر حين دخلتها في جسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سقطت ثناياه انتزعهما بفمه حتى سقطت ثناياه فسمي ساقط الثنيتين وفداه المهاجرون والأنصار وجاهدوا وقاموا بالواجب في نصرته وحموه كل من تطاول عليه كانوا له بن مرصاد حتى الصغار حتى إن فتى من الأنصار صغير كان مع عم له من المنافقين وكان عمه يدعى أبا عفك فوقع في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يظن أنه خال لا يحضره إلا أهله وابن أخيه هذا الصغير فقام إليه ابن أخيه فقتله وقال أبا عفك انخذها على كبر السن وهو طفل صغير قتل عمه حين سمعه يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ما قام به أبو بكر الصديق في قتل أم قرفته حين هجت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا حسان بن ثابت رضي الله عنه ويقول ألا أبلغ با صفيان عني مغلغلة فقد برح الخفاء يقول فيها هجوت محمدا فأجبت عنه عند الله في ذاك الجزاء أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركم الفداء هجوت مباركا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم مقاء لساني صارم اللاعب فيه وبحلي لا تكدره الدلاء وهكذا في كل العصور كانت هذه الأمة حية مدافعتنا أن أرض رسولها صلى الله عليه وسلم ناصرة له وليس هذا بغريب فالله أخذ العهد على جميع أنبيائه من لدى آدم إلى إيسى بن مريم إذا بعث هذا النبي الكريم وهم أحياء أن ينصروه وأن يصدقوه وأن يتبعوه قال الله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم ما أخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون